بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا باشتاء لمجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسبوع لأسبوع لما بنجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع جميل كلامه صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع النعم وقوتي السراط المستقيم وقوتي الفتح المبين وعشان كده لما بنقعد معاه بنبقى حسين بتنزلات رب العالمين علينا ورحماته وقلطافه وجماله وهدايتنا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه احنا النهاردة نقرأ مع بعض حديث مهم جدا من الحديث التي هي عمدة من عمدي هذا الدين الحديث ده بيعالج مشكلة كبيرة جدا 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 وخاصة في ظل دوشة كبيرة جدا جدا في مجال معين ومجال الاستشارات وازاي ان المجال ده مليء باشياء لازم نقف شوية فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكتب لنا خارطة طريق ازاي نخرج من كل هذه الفوضى نحن نعيش فوضى في مجال هو من اهم مجالات التفاعل الانساني والحياة الانسانية تعالوا نسمع الحديث ده واللي احنا حفظينه ولكنه بيقول لنا وبيكشف لنا عن المجال المليء بالفوضى واللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا نور من انواره صلى الله عليه وسلم عشان يهدينا في الطريق واحنا ماشيين في طريق يخلصنا من هذه الفوضى الحديث عن سيدنا دميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه اثنين ولرسوله ثلاثة ولأئمة المسلمين ولعمتهم حاجة كده مخمسة خمس مجالات للنصيحة تخلينا فاهمين ان النصيحة موجودة في حياتنا كلها يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث في صحيح مسلم بهذا النص الحديث ده على فكرة مش هينفع ان احنا نروم الراحد ومش هينفع ان احنا نحفظه لكن ينفع ان انواره تحفظنا ينفع ان احنا نعيش في انواره ونفضل نجعل هذا الحديث يجيب على تفاعلاتنا في الحياة ويرسم لنا طريق الرشد دايما يعني ايه ده يعني هذا الحديث ينفع لنا دلوقتي طبعا ده انا كل ما باجي اشوف البلاء اللي احنا بيحصل لنا من فساد العلاقات ومن تدخل الناس فيما لا يعنيهم بطريقة لا خير فيها افتكر اقول الحديث الدين والنصيحة يعني ايه الدين الامانة والنصيحة امانة الدين العبادة والنصيحة عبادة يبقى النصيحة لازم تكون لوجه الله الدين علم والنصيحة علم ايه ده ده كل الكلام ده مش فهمينه الحديث وعشان كده لما العلماء فهموا ده قال العلماء اهنا هذا الحديث انه احد الاحديث الاربعة التي يدور عليها الاسلام بس سيدنا الامام النووي وهو منور وما اقول لكمش عن انوار سيدنا الامام النووي سيدنا الامام النووي كان من اكثر الناس صحبة للرسول الله ولذلك لما جيه تكلم في الحديث سمى احاديثه حديث حضرة النبي رياض الصالح انو كانوا اللي ايه اللي يحصل اللي عايز يبقى في الرياض في الجنة يروح مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عارف ايمة احاديث رسول الله وعايش ومتغزي قلبه بانوار احاديث رسول الله وعشان كده سيدنا الامام النووي بيشوف ان الاسلام كله يقوم على هذا الحديث فبيقول سيدنا الامام النووي هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الاسلام ايه اللي حاصل واما ما قاله جماعات من العلماء انه احد ارباع الاسلام ايه الاحاديث الارباع التي تكتمع عليها امور الاسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا وحده ايه ده معقولة الامام نووي شايف ان الحديث ده عليه مدار الاسلام ليه قال لك لان هذا الحديث يتكلم عن علاقات الانسان بكل تفاصيلها قال له ازاي قال له الدين النصيحة قال له هو اصلا النصيحة جاي من النصح من النقاء من الوضوح وكأنه بيقولك هذا الدين واضح جلي ظاهر فالدين هو ان تأخذ علما واضح في الدلالة على الله طب تنصح لمن لله يعني ان يكون نصيحتك وقصدك ان العبادة فاول مفهوم للنصيحة ان النصيحة عبادة مدام النصيحة لله ايه ليست لنفع الله ولكن النصيحة لله يعني ايه تكون خالصة لله وتكون امتسالا لامر الله وتكون عبودية لله فالنصيحة عبادة لا لا احنا مكناش فاكرين كده احنا فاكرين ان النصيحة قيمة اضافية بنقدمها للناس وممكن نمنى على الناس بيها قالوا لا 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 النصيحة عبادة فلذلك النصيحة لها اصول الامر التاني النصيحة لله ولرسول النصيحة لله ولكتاب ولكتابه يعني ايه يعني النصيحة لكتابه اي للبيان وكأنك ستأتي بمعنى من معاني البيان الرباني فمن فعش انت تنصح وقلبك ما يكونش منور فلازم كمان النصيحة وعلم لان الكتاب لا ريب فيه فلما تيجي تنصح تنصح انت فيك وفي نصيحتك المعاني الموجودة في الكتاب يبقى النصيحة لله ولكتابه ولرسول رسوله صلى الله عليه وسلم يعني للأخلاق انما بوعست لأتمم مكارم الأخلاق انت مولنا وكأنك بتشرح بطريقة تانية احنا معتدين على طريقة تانية اننا انصح للرسول يعني يعني انصح للرسول فيبقى نصحتي معناها اننا اتبع رسول قلت له ايوم هتتبعه في ايه في الاخلاق انما بوعست لأتمم مكارم الأخلاق وإيه تاني وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يبقى النصيحة عبادة تعالوا نشوف المنظومة ازاي النصيحة عبادة ثم النصيحة علم ثم النصيحة ماذا ثم النصيحة للأخلاق وللرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لعامة المسلمين لأئمة المسلمين يعني ايه النصيحة للأمام لأن الأئمة أئمة الإسلام هم القدوة الذين يأخذون الناس للأمام هم الذين يرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تستمر الحياة فإن لحصل فالنصيحة أيضا لماذا للتقدم للأمام فما ينفعش تنصح واحد فنصحتك تخليه يرجع أو ينتكس لازم نصحتك لي تكون للأمام لأئمة المسلمين ثم النصيحة لعامة المسلمين لكي ينتشر ويعم المحبة والخير في الناس إيه ده؟ يعني النصيحة لكي تكون النصيحة تكون كده نصيحة فيها الإخلاص والعبادة ثم فيها العلم ثم فيها ماذا الأخلاق والرحمة ثم فيها أيضا ماذا التقدم للأمام ثم في النهاية أن يشيع الخير والنماء والرحمة والجمال بين الناس هي دي النصيحة تبو الدين إيه غير كده الدين إيه غير كده عارفين سيدنا الإمام النووي لما شف ده هو ربطها بإيه؟ ربطها بأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا واليوم الآخر والقدر خيره وشره لما تيجي تفهم ده هتلاقي مكأن النصيحة هي التي بها تحقق الإيمان تحقق الإيمان بالله فالنصيحة عبادة تحقق الإيمان بالكتب وهو القرآن جامع الكتب كلها فتحقق الإيمان بالكتب فتحقق الإيمان بالكتب بأن أنت تنصح وأنت على علم وتحقق الإيمان بالرسل طب فين ما لديك ما هي في الإيمان بالله وكمان تحقق الإيمان بالرسل أن تؤمن بالأخلاق الذي أتى بها الرسل واتبع حضرة النبي والرحمة التي من أجلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتؤمن باليوم الآخر يعني إيه تؤمن بأن تعمل عملاً لماذا؟ الكيس من داناً نفسه وعمل إلى من بعد الموت فتتقدم للأمام ويوصل الأمام لغاية اليوم الآخر وبعد كده إيه والقدر خيره وشره فتعيش بقى في العلاقات ما بين الناس وتعيش مع الناس بهذا الجمال اللي ممكن تعيشه ليك حق يا إمامنا؟ يا نور عيوننا سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه ليه حق أن يقول أن الحديث ده عليه مدار الإسلام؟ ليه عليه مدار الإسلام؟ لأنه كمان بيحقق كمان كمان لو رحنا للإسلام بالمعنى مش الإسلام بمعنى الديانة لكن كمان الإسلام بالمعنى النوعي ليه طيب؟ هتلاقي كل واحدة من الخمسة دول بيتوسلك لعبادة من العبادات لأن العبادات هنا هتكون رمز إيه ده؟ الحديث ده عجيب بس إحنا ما قرأناهوش بالطريقة دي أنا عايز أقولك إن الحديث ده ممكن يتقرأ بأبعاد كتيرة جدا جدا مقصدية بس أول حاجة بتوقفنا وإحنا بنسمع الحديث ده إن حضرت النبي لما حب يعبر عن كلمة الدين بحاجة اختار كلمة واحدة بس هي النصيحة وكأن المعنى إن حضرت النبي عايز يفهمنا إن دين الإسلام أو الإسلام هو النصيحة أيوة يعني إيه بقى النصيحة ييجي الإمام ابن الأسير لما قال النصيحة هي النصيحة عبارة عن كلمة يعبر الإنسان بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وعشان كده الإمام ابن الصلاح يقول النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا وبناء على ذلك تبقى النصيحة بتشمل كل خصال الإيمان والإسلام والإحسان كي إننا كمان النصيحة هتدخلنا على حديث سيدنا جبريل اللي هو أم السنة اللي هو سأله ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان فإيه اللي حصل فالنصيحة بتدخل في كل ده فأنت عندما تنصح تريد الخير للغير في كل أمور الدين والدنيا وكأن النصيحة تبقى فيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين النصيحة تكون في كده في المحيا وفي الممات في كمان في الإيمان والإسلام والإحسان لإني دايماً بحب أربط الإيمان والإحسان والإسلام بالرحمة والخير والجمال فتكون النصيحة لله مش معناها توجيه النصح لله حشاء سبحانه وتعالى وتعالى نارك علواً كبير وإنما بتكون بمساعدة الناس في التعرف على الله وإنك تعرف إزاي تشوف الحياة بأنوار تجليات الله على هذه الحياة فترى الله في كل شيء ترى الله من خلال أسمائه ومن خلال أنواره ومن خلال فعره ومن خلال تدبيره فتنصح لله إن تخلي الناس إزاي ترى الله في كل شيء ولذلك قال الإمام النووي قال الإمام النووي رحمه الله أما النصيحة لله فمعناها منصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاتي واصفي بصفات الكمال والكلال كلها وتنزيه سبحانه وتعالى عن جميع من جميع النقائص والقيام بطاعتي وكتنام معصيتي والحب فيه والبغض فيه والاعتراف بنعمته وشكرها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحس عليها يعني أن أنت تدعو إلى كل هذه الصفات التي احنا بنقولها وإيه تاني والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها على إيه على النصيحة يبقى هنا بنوقف شوية عند المعنى ده يعني وكأن النصيحة لله هو أن تعيش أنت وتساعد الناس أن تعيش أنت وهم في حضرة الله في نعمة الله أن تعيشوا وتسيروا إلى الله من الله بالله مع الله أيها دي النصيحة لله طيب والنصيحة لكتاب الله بتكون بالإيمان به الإيمان بالقرآن الكريم وبتلوته وأن أنت تتلق القرآن أناق الليل وأطراف النهار وتتعلمه وتتعلمه وتتدبر آياته وعشان كده تبقى مجالس العلم أو حلق الزكر دي روضة من رياض الجنة وكمان تتعظ بموعظه وتقف عند حدوده وتمتسل أو أمره وتكتنب نواهيه هو دوة الإيمان هو دوة النصيحة للكتاب أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه زي ما قال الحافظ بن رجب الإيمان به وبما جاء الإيمان بحضرة النبي وبما جاء بي حضرة النبي وتوقير حضرة النبي وتوقير حضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم والتمسك بطاعة حضرة النبي وإحياء سنته وكمان واستثارة علومه يعني إيه اللي حاصل تستثير علوم السنة وتستثير علوم حضرة النبي وتنشر العلوم دي ومش بس كده وتتخلق بها زي ما قلنا وتتقدم كمان بأدابه وتحب قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام ده كله ايه ده؟ ده الحديث ده ماله التسع كده وبقى جميل قوي الحديث ده يمكن أن يصنع منظومة للتربية تربية الكبار وتربية الصغار يعني ممكن نحط الحديث ده ونحطه هو دستور البيت المسلم دستور بيوتنا دستور حياتنا دستور أولادنا يعني ايه دستور؟ يعني يبقى هذا الذي ننطلق فيه في الأخلاق ان احنا نبقى عندنا النصيحة ان احنا بنبحث عن الخير بصفاء بصدق فلان النصيحة فيها الصفاء والصدق هي بقى الدور على الكلام على النصيحة لأئمة المسلمين فيبقى ايه بقى النصيحة لأئمة المسلمين؟ ان احنا نعاونهم على الحق وانطعم بان احنا نعمل بما يعلموننا اياه وكمان ايه اللي حصل؟ ونأخذ من عونهم على الحق ده تذكير لينا وتذكير ليهم على التمسك بهذا الحق ويه اللي حصل؟ وننبههم برفق وبلطف ونكتنب الاسوب عليهم ومضايقتهم وعدم تقدرهم واحترامهم وندعي لهم بالتوفيق وبالسداد ونحسن الناس على الدعاء لهم بالتوفيق والسداد اما بقى الخامس وهي مسألة النصيحة للمسلمين فين يحصل؟ ان انا احب لهم اللي بحبوا النفسي ويه تاني؟ واكره لهم اللي بكرهوا النفسي ويه تالت؟ واوشفق عليهم وبرهم وارحمهم ووقر قبهم وارحم صغيرهم وواسيهم في احزنهم وافرح كمان معهم في فرحهم وكأنه فرحهم فرحي واحب اللي يصلحهم ويخليهم كمان في دوام النعمة وكمان انصرهم على عدوهم ويدفع عنهم كل أذى ومكروه الاسلام بقى لازم اعرف ان الاسلام صريح ان يجعل فكرة النصيحة فكرة مركزية ومنزها عن كل اشكال المن والتكبر والاستهزاء بالناس وعشان الشخص ما ياخدش ده سبيل ويؤذي الناس بحجة ان الدين النصيحة اصلا انا شفت الكلام ده كتير الدين النصيحة فتدر الراجل في جنابه وزي ما انا بقول كده انا بحبش ان انا وتقول للاعور انت عور في عينه على فكرة دي قلت ادب يعني انت بتقول له عور في عينه بتزله ولا بتقول له ما تنساش ان انت عور ايه النفع ان انت اللي عيقود عليك لما تقوله لما تلفت نظره ان هو عور يعني ايه النفع اللي بتيجي للشخص وان انت تلفت نظره ان هو راجل مرتكب المعصية خد بييده بدل ما تاخد على ايده خد بييده ساعده ولذلك مفيش مبرر للازى تحت مسمى النصح والشرع الشريف لم يترك الباب لذلك فهناك نموذج متكامل لاداب النصح في الاسلام وبتكون في الخطوات التالية الخطوة الاولى لازم تحافظ على الاسرار ودي فايدته مش بس على مطلق لا ابدا على الشخص نفسه النصح كمان ان هو بيحس ان قلبه قلب بيمنع من التعدي على اسرار الناس ولذلك نشوف ده وانه متعداش على الاسرار الحاجة التانية ان احنا نراعي للفقردين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حولك يبقى ايه اللي حاصل يبقى احنا الراعي ده كمان رقم تلاتة ان احنا نصبر لما تنصح الناس يبقى انت لازم تصبر ولما تيجي تصبر يبقى تخلي بالك وتخلي نظرك في طول نفس لان انت لما تصبر النصيح هتكون في محلها لكن لما ما تصبرش المسائل تسوق رابع حاجة تحسن اختيار الوقت والمكان والسياق زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السآمة فما تجيش لابني لابنك ولا تيجي لحد تقول له نصيحة وتخليه مفروض عليه ان هو يمشي بالنصيحة دي وانت مختار التوقيت اللي غير مناسب لا اختار التوقيت مناسب واختار كمان المكان المناسب واختار اللفظ المناسب واختار الحالة المناسبة عشان تكون ناصح اخر حاجة لازم الناصح يكون اهل للنصيحة وعالم بيها مش ينصح وهو لا يعرف شيء عن هذه النصيحة من اكتر الاشياء المزعجة في الزمن ده ان معايير مدى كفاءة مقدم النصيحة ما بقتش موجودة وكتير من احيين النصيحة كانت بتصدر من غير المؤهل لها لان المعايير اتغيرت عايزين نكون من اهل النصيحة ونمشي بهذا المعنى الرائق الفائق اللي فيه مليان ان الانسان قلبه مليان محبة للناس مش مليان حكمة على الناس مليان ووف جنب الناس مش مليان وزن للناس وتقييم للناس والحكمة على الناس النصيحة مش باب من ابواب الحكم النصيحة باب من ابواب الدعم النصيحة باب من ابواب الخير النصيحة باب من ابواب الرحمة باب من أبواب اللطف باب من أبواب الحنان وعشان كده النصيحة علامة إيمان اللهم جعلنا من أهل النصيحة وجعلنا من أهل لطفك ورحمتك وبركاتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سادة بعد الفاصل نرجع لحضراتكم ونقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بن نامج اللي تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم ومعانا صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وبتفضل فتحنا باب مجالس العلم اللي بنذكر فيها عند الله سبحانه وتعالى يا رب إذ كنا عندك في الملاء اللي أعلى نوجع للتوفيق والسداد حلفنا يا رب العالمين وإحنا بنريد أن نذوق حلاوة توفيقك ومددك وبركاتك يا رب العالمين وتعالوا نقرأ أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول أنا مطلقة من خمس سنوات ومعي طفل وبعت تاهبي ووضعت ثمنه في بنك الزراعي في قريتنا علشان ابني فعل أنا عليّ اسم يا ريت يا شيخ عم ترد علي ضروري هرد عليك ضروري لا ست ما عليكيش اسم ولو حطيت الفلوس في أي بنك فأنت ما عليكيش اسم ليه؟ لأن أنت بتستثمر الفلوس أنت ما سلفتش البنك لو كنت سلفت البنك وإنت ساعتها بتسلف البنك فساعتها عايبقى أنت أقردت البنك بس أنت ما أقردتش البنك أنت عملت إيه؟ أنت وضعت أموالك في وعاء استثماري وضعت أموالك عشان يعود عليك الربح وكأنك قمت بحالة شراكة مش مش شركة شراكة مع البنك عشان تمويلي مشروعاته عشان تستثمري أموالك في تمويل هذه المشروعات فاللي أنت عملتيه اسمه تمويل لمشروعات البنك والبنك كمان بيأخذ فلوس ويعيد كمان استثمارها في تمويل مشروعات الناس وعشان كده أنت لما أودعتي مالك في البنك الزراعي أنت ليس عليك اسم وأن المال الذي تحصريه إن شاء الله مال حلال وليس فيه شبهة طيب مسألة السبات الفائدة ده أولا ما فيه شيء ده إذا ما اسمهاش فائدة ده اسمه ريع وأولا الفائدة محددة مسبقا لأن أنت ما بتموليش مشروع واحد أنت بتمولي جملة مشروعات البنك ولذلك بيتاخذ متوسط الريع أو متوسط الأرباح اللي بتحصل من كل المشروعات دي وإنتي بتحصلي على حاجة أنت شايفها سابتها ولكن ده متوسط الأرباح اللي ممكن تحصليها ولذلك البنك ما بيعملش كده في فراغ من الحياة الاقتصادية لا ده البنك كمان فيه مراقبة عشان يكون لا يتعدى على حقوق المودعين فيه مراقبة من البنك المركزي على أداء البنوك وعشان كده كمان لما بيجوا يحددوا العائد بيحددوا من سعر كان موجود أبل كده اسمه سعر الكوريدور فإذن كل الأموال اللي بتتحصل عندك دي نتيجة استثمار لمالك في مشروعات البنك وعليه يكون المال اللي انت بتحصليه ده مال حلال وليس فيه شبهة ويكون ده من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض اللي ممكن تجري عليه قاعدة كل قرض إن جارنا نفعه لا ده مش قرض لا ده نوع من أنواع التمويل وعقد التمويل هو عقد صحيح ويبقى المال اللي انت بتحصليه مال حلال وليس فيه شبه السؤال اللي بعد كده بيقول ايه ابني صديقتي شاب محترم في الأربعينيات عمل حادث بسيارة نتج عنه وفاة شخص بالخطأ وحكمت المحكمة بده وانتهى الأمر بإن عليه صيام شهرين متتابعين وهو مريض سكر فقام بإطعام ستين مسكينا فهل هذا يجزئ؟ نعم إذا الأطباء قالوله لن تستطيع لأن شرط صيام الكفارة العظمى شرطه إنه صيام شهرين متتابعين حتى لو كان القدل ده خطأ حتى لو كان القدل ده بليه طيب عشان الناس تحس بحرمة الله بحرمة النفس وحرمة الدم اللي أهدر هو ما كانش فرخة ده كان بنا آدم فعشان كده إيه اللي حاصل فهو عليه إنه هو يصوم شهرين متتابعين طب إذا كان هو الطبيب ما يسمع الطبيب قال لا ده ما يستحملش إنه هو يصوم شهرين متتابعين الطبيب قال ما ينفعش إنه هو يصوم كده طبعا يعمل إيه بقى؟ المسألة سهلة خلاص بنسيب المسار إنه هو خلاص مش قادر يصوم ده فبنعمل إيه؟ فيطعم عن كل يوم مسكين فيبقى عندنا عيصوم شهرين متتابعين دولة ستين يوم يبقى يعمل إيه؟ يطعم ستين مسكينا زيه بالضبط لما بيكون عليه كفارة عظمى يبقى عليه إنه هو يعمل إيه؟ يبقى يعمل ده لإنه هو عليه الكفارة العظمى وهو سيام شهرين متتابعين فإذا هو أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يأكل يبقى هو خلاص فعل ما وجب عليه وبريئة زمته وبريئة زمته عشان أنت في السؤال بيقولي فهل هذا يجزي؟ آه الإجزاء هنا معناه براءة الزمة نعم إذا أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يأكل هو بكده يكون خلاص بريئة زمته ويكون هذا الإطعام مجزئ عن أن زمته قد انشغلت بصيام ستين يوم يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى يطعام الستين مسكين يكونوا مجزئاً ويكون ذلك كافياً في أن يخرج من عهدتي ذلك الصيام الذي هو الكفارة العظمى السؤال اللي بعد كده بيقول أنا جوزي يطلقني بسبب لا يستدعى الطلاق بشهادة الجميع طيب وأنا حاسة أني وقع عليها ظلم كبير جداً هي طلق رجعي وقال لحد أنه هيرجعني عشان الأولاد بس عنبقى منفصلين هو عندي أهله وأنا في شقة الزوجية دلوقتي هو لو رجعني بشرطه ده أقبل عشان عندي أمل أنه يرجع لبيته ولا أرفض الحقيقة أنا شايف أنه هو هنا بيعمل حاجة هو عايز يرجعلك وعايز يعقلك أنا معرفش السبب اللي حديك بتقولي أنه السبب ما يستدعيش الطلاق هو أكيد سبب يستدعى الطلاق عنده وأنا ما بحبش أن الناس تستخدم أن هي فهمة ومؤدرة كل الكلام ده وكل الناس احنا عرضنا عليها المسألة فشافوا أن كل الناس اجتمعوا أنه هو ما كانتش دي حق قد أقدر ده وقد أتفهم ده وقد أقول أن الكلام ده صح بس هو المسألة مش أني السبب أو اعتفامي أن السبب اللي وقع بالطلاق هو الحادث الذي وقع معه الطلاق يعني إيه الكلام ده السبب اللي وقع بسبب الطلاق ده معنى تسببت فيه حوادث كثيرة الحادث الأخير ده كان المصمار الأخير في نعش الزواج فكان السبب الطلاق فما بحبش أن أزواج أو الزوجات يتوقفوا عند آخر مشهد بس من حكاية من حكاية الزواج قبل الطلاق لا 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 احنا لازم نتعمق ونشوف الأسباب الأساسية اللي تسببت في الطلاق يعني هتلاقي زوج حضرتك مثلا هو شايف أن حضرتك مثلا مثلا بتعنديه وبتنقريه وانتي دايما مش محسساه انه هو راجل البيت مثلا أو انه هو شايف ان دول الوقت انتي ميالة ان انتي تقدري أهلك وميالة لأهلك ومش شايفة ان انتي ان زوجك دوت راجل تستطيع ان انتي تأخذي برأيه وتعيشي معاه فهو إيه اللي حاصل فهو عايز يحسسك بيه أنا طبعا مش أنا بوصف هنا مش بقول رأيي رأيي لسه عيجي فأنا بوصف ده بوصف انه هو بيعمل كده ليه فهو حابب انه هو يعمل ايه يخليك تحسي بقيمة وجوده في حياتك انت ليه ما قلتش انت ليه ليه هو عايز يكسرني ممكن على فكرة يكون برضو عايز له وفي كل الحالتين اللي حصل ده ان اللعب بالطلاق أو التربية بالطلاق ده كلام فارغ أنا بقول لجوزك الستات مش موجودين معنا في حياتنا عشان نربيهم وفكرة اننا ربي مرأة أنا لو هي ليست صالحة للجواز يبقى أصلا الجواز محتاج إعادة النظر فيه وما ينفعش ان الراجل يربي الست زي ما ما ينفعش الست يبقى مقصدها من الجواز انه يتغير الراجل وما نعمل ايه ايه الزواج يا سيدي محتاج مننا ان احنا نتشارك نعيش مع بعض نجرب مع بعض ننضج مع بعض نعيش كمان واحنا حاسين ان حياتنا كل واحد فينا بيكمل التاني وبيضف له قيمة اضافية وعشان كده وعاشرهن بالمعروف هي هتقدم معروف وهو هيقدم معروف وعشان كده في كل لحظات الجواز ولا تنسوا الفضل بينكم ليه الفضل ان كل واحد فينا هيتفضل على التاني وكل واحد فينا بيقدم لانه يرى الله في زوجه ويرى الله في زوجته وعشان كده لو كنت امرا احدا ان يسجد لأحد هو ما بتسجدش لشخصه ولكن تسجد في ماذا في انوار الله وفي العبادة التي بتعبد الله فيها وهو في نفس الوقت استوصب النساء خيرا ليه عشان ترى الله ترى رحمة الله فيها ان انت لما ترحمها تجد رحمة الله سبحانه وتعالى فانا دايما بقول ان الزوج والزوجة محاريب نعبد الله فيها احنا ما خرجناش عن موضوعنا مهما كان الموقف اللي انت كنت اخدت به للمسألة كنت محتاج ان انت تستشير حد ايها الزوج فاتق الله في زوجتك فاتق الله في زوجتك وما تفعلش اي فعل تحاول من خلاله ان انت تنفس غضبك وتحاول انا عايز فيها هو اللي وصلها ان انت عايز تكسرها يعني هي لما بتقول دلوقتي ان انت طلقتها لسبب لا يستدعي الطلاق وان انت اوقعت عليها ظلم عظيم خلينا اقول لك كده لان انا بقول دايما ان انا بشتغل مترجم مترجم ستات لرجالة ورجال الستات تعال اترجم لك المعنى اللي بتقوله هي بتقول انه هو طلقها وهو قاصد انه هو يكسرها بالطلاق قاصد انه هو يقزيها قاصد انه هو يدقيق بالطلاق لانه هو طلقها بلا سبب فوقع عليها ظلم عظيم يعني ايه انا كان عايز يكسر نفسي هو ده الكلام اللي بتقال هو ده الكلام اللي موجود في مسألة الطلاق اللي قدامنا دي فهو هي بتقول ان انت كنت عايز تطلقها اللي انت طلقتها عشان تكسر نفسها فاتق الله فيها لانها ام اولادك فاذا كنت اترجع بلاش هجل الشقاق اللي انت بتعمله ده الشقاق ان هي تكون في حتة وانت تكون في حتة ده شقاق فاذا عملت ده راجع نفسك واتق الله هي مش محتاج تتربى هي محتاج ان انت تتوافقوا يبقى زوجتك مش محتاجها تتربى زوجتك محتاجها تتوافقوا وزوجتك مش محتاج يتغير انت متحتاج انت تتوافقوا وتتراضوا ولذلك انا موافق ان انت ترجع لزوجك رأيي اهو ادي بعد ما شرحت المسألة انا موافق ان انت ترجع لزوجك بس تقعدوا مع بعض وتتفقوا على الثلاث حاجات اللي أقول لكم عليها تتفقوا أولا على الخطوط الحمرة الحاجات اللي ما ينفعش أن تجاوزها لا هو يتجاوزها ولا أنت تتجاوزها زي مثلا ما ينفعش هو يهينك ده خط أحمر زي ما هو ما ينفعش يكلم ستات وانت ما ينفعش تتطولي عليه خطوط حمرة زي ما ينفعش أنت تتجسس عليه خط أحمر ففيه خطوط حمرة تتفق عليها الحاجة التانية تتفق على التفضيلات انا والله بفضل ان محدش يعرف عننا اي حاجة ممكن على فكرة ده يبقى ثابت من السوابت لان دي الحاجة التالتة يبقى تاني حاجة تتفق عليها التفضيلات انا والله بفضل ان احنا لما نيجي نتكلم نتكلم واولادنا مش موجودين لما نتكلم في مشكلنا نتكلم تفضيلات يبقى كل واحدين عندنا تفضيلات يبقى اول حاجة نتفق على الخطوط الحمراء نتفق على التفضيلات التالت حاجة نتفق على الأصول والثوابت إن البيت فيه أصول والثوابت والأصول والثوابت دي اللي هتخلينا متفقين يعني من أصول والثوابت إن محدش يطلع أسرار البيت برة طب يعني إيه أسرار البيت نفصل يعني إيه أسرار البيت واحد بيشايف إن أي كلام تنقله الستة لموتها أسرار البيت نقول له لأ يعني هي بتقول لي أنت النهاردة نمت الساعة كم ده أسرار مش أسرار البيت ده ده حد بيسأل الاسئلة العادية وانا دايما بقول يا جماعة ما تخلوش عشان تعندوا بعض او تقلوا تخلوا الاسرار الكلام العادي اسرار ده لما يبقى فيه في المناكفة فمحدش يعمل ده يبقى تتفق على التلات حاجات دي واستمر ويلا تتوقع ليه على الجهاز وهو لما يلاقيك انت بقيت نطجة وبقيت وعية هو بيعمل كده عشان ايه اللي حاصل عشان تفهمي غلطك هو عايزي ربيك فبقولك بالله عليك النساء مش موجودين معنا عشان نربيهن ولكن هن معنا ليه بكي نعيش معا حياة مليئة بالمعروف ومليئة بالسكينة ومليئة بالرحمة وعشان كده بقول لحضرتك وبقول لحضرتك ارجعوا لبعض بس ارجعوا على توافق ورجعوا على رضا لما ترضوا ايه اللي حاصل بمحاسن لما كل واحد فيكم يرضى بمحاسن التاني يستثمرها ويزيح المساوئ ان الحسنات يذهبنا السيئات يلا قوموا بقانون الازاحة وازيحوا السيئات بالحسنات ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبارك لكم ويفتح عليكم ويجعلكم في خير حال كان مهم في اخر سؤال ده ان احنا نتكلم ازاي السؤال دوت كان سؤال يبقى نموذج عندنا النصيحة لعامة المسلمين والنهاردة كنا بنتكلم عن النصيح وعشنا في انوار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ودقنا حلاوة معنى ان الدين النصيحة ده عمود من اعمدة هذا الدين وان الدين النصيحة ده محور ومدار من مدارات هذا الدين سيدنا الامام النو شايف ان الحديث ده وكأنه من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ده زي بالضبط ام السنة زي ما ام السنة جمعت المعاني التلاتة اللي عليها مدار السنة كذلك حديثا الدين النصيحة مدار من مدارات ايه من مدارات هذا الدين لانه جمع علاقة الانسان بربه وعلاقة الانسان بالناس وعلاقة الانسان بكل شيء علاقة الانسان بالعلم وعلاقة الانسان بنفسه كل العلاقات دي كلها مجموعة في هذا الحديث فتعالوا نصير بالنصيحة وتعالوا نكون في نصحتنا ننصح لله فنجعل النصيحة عبادة وننصح لكتاب الله فنجعل النصيحة معرفة وعلم وننصح لرسول الله فتكون النصيحة بالأخلاق وتكون النصيحة بالرحمة وننصح لأئمة المسلمين فتكون النصيحة للتنمية وللتقدم وننصح أيضا لأموم المسلمين فتكون النصيحة بتعود على الخير على الكل بدون حجب لخير ولكن تكون النصيحة تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب للنفس اللهم اجعلنا من النصحين واجعل قلوبنا مليئة بالطهر مليئة بالنقاء مليئة بالمحبة للخير والرحمة والجمال لنا ولأحبابنا ولمجتمعنا ولكل حياتنا ولكل من يشاركنا هذه الحياة التي هي نعمة من الله اللهم اجعلنا من أهل النصيحة واجعل قلوبنا رقيقة طاهرة نقية حتى ننصح فتكون النصيحة نورا من أنوار الدلالة على الله يا رب العالمين وفقنا واجعلنا دائما من أهل البصيرة ومن أهل النور ومن أهل التوفيق والسداد والمدد والفتح يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة